أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظروا لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لنعجمنكم وليوسنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم فلأنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمرني وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق نهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولنما يدعون سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا لعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون ومن نعمره نكسف في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لهم إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرمنا خلقنا لنم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذللها لنا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وللن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسررون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وإرميم قل يحنيها الذي أراشها أول مرة وهو ببل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصبحانا الذي بيده منقوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنتم والشجر يسجدان الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبانه والنصر وخلق الإنسان من صلصون كالفخخة وخلق الجنة من مارد من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فار ويضا وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطور السماوات والأرض فانفذون لا تتنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شعر من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شغت السماوات فكانت وردتاً كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يرسل عليكم شعر من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ترجمة نانسي قنقر فيه النقاصرات الطرف لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنها دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات حسان خيرات حسان حسان إلا الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباعا ما ترى في خلق الرحمن من تفابد فارجع البصر أن ترى بها فطور ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير وَلَقَدْ زِيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُصَابِيحَ وَاجْعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أَغْقُوا فِيهَا سَبْعُوا لَهَا شَحِيقًا وَهِيَتَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَعْجُجُوا سَأَلَنَا خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِكُ النَّذِيرِ قَالُوا بَلَا قُدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالِ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ فَسُحْفًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَصِرُوا قَوْلَةٌ أَبِجْهَرُهُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورٌ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِرْزِقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورٌ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورٌ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَنْ يَرَوْا إِلَى الطَّوَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَصِيرٍ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُجُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْبَهُ بَلْ لَنَجُوا فِي عَتُوبٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهَذَا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِلَّا كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مَا الْعِلْعِ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا نَأَوْزُ الْفَتَانْسِي أَتْوْجُهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَتَنِيَ اللَّهُ وَمَهَمْ مَعْيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَدِيلٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ ظَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْ عَبِدُمْ مَا عَبَدُتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَ دِينِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ وَاللَّهُ أَحْدًا لَمْ يَلِكْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًّ أَحَدًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل هو الله أحداً الله الصمد لم يلق ولا نولد ولم يكن له كفواً أحداً بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحداً الله الصمد لم يلق ولا نولد ولم يكن له كفواً أحداً بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شرق ما خلق ومن شرق غاسق إذا وقب ومن شرق النفاثات في المقد ومن شرق حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسفى سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُ نُوحِ حِرْجُهُمَ وَهُوَ الْعَلِيمُ لِلِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَوْتُخُوهُ يُحَاسِبُ ذُنْبِهِ اللَّهِ فَيَغْشِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى أَلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٍ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أمرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توبط لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القغم الكافرين صدد الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم میں نے يا الله قرآن مجید کی سورة عصي سورة رحمن سورة ملک اور چاروں قل کی تلابت کری ہے الحمد و شریف کی تلابت کری ہے سورة بقرہ کی تلابت کری ہے مولا جو غلطیاں خامیاں ہو گئیں معاف فرما صحیح کو اپنی بارگاہ قبول فرما يا الله الرحمن الرحيم يا قرآن قلام مجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیات سے محبوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتش نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جید قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں معبول فرما دعائیں معبول فرما یا اللہ میرے دادا مرحوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلاوت قصد کہیں مولا بخشص و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما یا اللہ جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسیر سورے رحمت سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلاوت سنی ہیں مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کاربار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا توا مقبول فرما اللہ تقبل بلنا انکا انت السمیو العلیم وتبع علینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لَا خیر خلقه ونور عرشه مولانا محمد وعلا آبه وصحابه ادبعین رحمتک یا رحم الرحمن حق لا الہا إلا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لہا